موسيقى مساء الخير لماذا لا يوجد اهتمام عربي بتوثيق تاريخ الفنون وكيف تنظر الثقافة العربية لفن الجرافيتي وما اهمية التركيز على النقد الفني عربيا اسئلة اطرحها في الجزء الثاني من هذا اللقاء مع فريد الزاهي اهلا بكم فريد الزاهي كاتب ومترجم وناقد فني مغربي حصل على الدكتورة في الجماليات من جامعة المولى اسماعيل بمكناس والدكتورة في الدراسات العربية والحضارة الاسلامية من جامعة السوربون في باريس عمل سابقا مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي في جامعة محمد الخامس بالرباط وعضو اللجنة الاستشارية للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ورئيسا سابقا للفرع المغربي للجمعية الدولية للفنون كما كتب في صحف عربية عدة وهو باحث في الأنتروبولوجيا الثقافية والجماليات والفنون العربية متخصص في أنتروبولوجيا الصورة والجسد له مؤلفات عدة باللغتين العربية والفرنسية منها في ثناي الصورة وفتنة الحواس والصورة والآخر كما ترجم أكثر من عشرين كتابا إلى اللغة العربية إذن أرحب بكم ومجددا أرحب بضيفي فريد الزاهي كاتب ومترجم وناقض فني من المغرب أهلا وسهلا أستاذ فريد أهلا بك خليني أبدأ معك محور النقد الفني في هذا الجزء الثاني من حوارنا معك تقول ينبني هاجس الشباب في المجال الفني على سؤال المغايرة والاختلاف والقطيعة والتجريب أكثر مما ينبني على الاستمرارية هذا ربما يعني أو أنا أسأل هل يؤدي هذا إلى قطيعة نفسية بين الفن وبين الذات والماضي أنا قلت بالتدقيق أغلب ولم أقول كافة الشباب الشباب طبعا الفنانين نعم نتحدث عن المعنيين لماذا؟ لأن ما يسمى بالفن المعاصر هو أساسا فن المغايرة لماذا؟ لأنه لا يستخدم اللوحة في غالب الأحيان ويستخدم مجموعة معينة متراكبة ومتداخلة ومتمازجة من التقنيات التي قد تكون مصرحية في الـ performance أو ما أسميه المنجزة الفنية ومن العناصر الموجودة والأشياء الموجودة حوالينا طاولة أو أي شيء داخل ما يسمى بالـ installation إذن هذه العودة إلى الجسد في المنجزة الفنية والعودة إلى الأشياء التي لم تكن تدخل اللوحة أو المجال الفن إلا بصورتها صارت تدخل بالصورة في الفوتوغرافيا مثلا استخدام الفوتوغرافيا وكشيء يتم إعادة تشغيله واستثماره وتحويله مثلا واحدة تأخذ قنينة الغاز البتا غاز وتنحت فيها صورة إفريقيا إذن هذه العلاقة الجديدة المغايرة للتقنيات التي اعتدناها في مجال اللوحة من صور سواء كانت تجريدية أو تشخيصية أو مشخصة هذه العلاقة الجديدة بالأشياء بالمحيط بالفكر بالتصور بالمسرحة ما يسميه المشهد أو المسرحة مسرحة الأشياء والعالم والمرئي وإدخاله بشكل جديد فيما يسمى بالمنشأة الفنية أو الـ installation أو بالجسد الشخصي أو جسد أجسد أخرى فيما يسمى بالمنجزة الفنية أو performance يعني أننا في وقت وجيز من أواخر التسعينيات إلى بداية الألفية الجديدة صار أغلب الشباب يتنكرون لللوحة إلا أقلهم ويدخلون في تجارب جديدة حينما قلت القطيعة القطيعة مع اللوحة القطيعة مع تصور العلاقة بالفن التي هي العلاقة باللوحة وأغلب هذه الأعمال لا تدخل المتاحف لصعوبة إعادة تشكيلها كما شكلت ولذلك فكل عمل فني معاصر شبابي كما نقول هو لوحة جديدة متغير أحيانا كثيرا نشاهد performance ولا يبقى لنا إلى الفيديو أو الصورة ولا يمكن في كثير من الأحيان أن نستعيد الشكل الأول لهذا العمل الفني العمل الفني صار مغايرا متغيرا أيضا صار العمل الفني قطيعة حتى علاقتنا بمفهوم الجمال مفهوم اللوحة مفهوم الصورة صارت الصورة صار العمل يمكن أن تدخله أن تتجول فيه الانستريشن مثلا فكرة الجرافيتي وهي اليوم ربما منتشرة بين كثير من الشباب كشكل فني ارتبط كثير بالشباب تقول عنها الجرافيتي هو انبثاق الرغبة في خلق المرآة التي يرى فيها ما يعيشه يوميا كأنه يركز من خلالها وجوده في الزمن والفضاء ماذا تقصد؟ الجرافيتي يتطور دائما في الأوقات الصراعية لماذا؟ الجرافيتي ما هو؟ هو فن تستعمل فيه الصورة وتستعمل فيه الكلمة وتستعمل فيه الأشكال ما يسمى الأشكال المؤسلبة التي الرأس ليس بالضرورة رأسا مشخصا فنرمز له برأس على طريقة الرسوم المتحركة والرسوم المصورة الجرافيتي كان في وقت الفهود السود في أمريكا نضال السود من أجل حقوقهم في أوقات الصراع من أجل القضاء على الميزة العنصري في إفريقيا الجنوبية في حركات التحرف في أمريكا اللاتينية في مصر وشاهدته بأم عينيني في تلك الفترة لأنني عايشت لحسن حظي عايشت هذه ما يسمى بالربيع العربي فكنت تجد في كل مكان ولدي صور كثيرة ولذلك كتبت عن غرافيتي وعايشت ذلك شهورا قبل وشهرين بعد الأحداث في تونس أيضا شدهت لقدرة فنانين غير معروفين على التحول إلى فنون شارع ما يسمى حاليا الغرافيتي يدخل حاليا في ما يسمى ستريت أرت وأنتم تعرفون أن هؤلاء الفنانين لا يوقعون أعمالهم رغبتهم لا تكمنوا في أن يحظوا بإسم وتوقيع ويبيع ويدخلوا في مجال تداول التجاري للعمل الفني وإنما في أن يكون العمل الفني قريبا من بصر الشعب من بصر الناس يحاورهم يصادفهم يوميا من دون أن يكون له شخص محدد المجهولية مهمة جدا هذا الفن يبدو في آخر المطاف كأنه ابن الشعب ابن الناس ابن البلد لا فن قائم بديته نعم في وقت من الأوقات ربما ما زال في كثير من البلدان عربية وغير عربية ينظر لهذا النوع من الفن الجرافيتي كأنه تشويه للفضاء العام هل هذا لأنه في وقت من الأوقات كان فعلا تشويه اليوم ربما تطور وأصبح يحمر رسائل معينة وأصبح بعض المؤسسات تعتني فيه أم لأنه كان تعبير عن فوضى معينة هو فن مشارب أنا سميته بأنه فن مشارب مثله أيضا مثل صورة صورة ضوئية أو فوتوغرافية فن المشارب أولا لأنه فن أرضي أو تحت أرضي إذا شئت أي فن فن الأقباء لا تعرفه سري خفي مثل تقية لإخفاء فهذا النوع من الفن هو فن يكون حتى لو كان فرديا قد لا يكون سياسيا مباشرة لكن له دائما دلالة سياسية هذا من جهة من جهة ثانية يمكن القول بأنه فن الهوامش الحيوية الذي يتير السؤال عن قضايا لا يتهم لا الفنانين ولا السياسيين في أحيان كثيرة ثم هو يواكب نبضات قلب الشعب حين يكون في حال هيجان فيشكل إقاعه تبعا لهذا الإقاع من ناحية أخرى هذا الفن طبعا قد يستعمل استعمالا يعني معينا يمس مثلا بمآثر تاريخية ويشويها إلى غير ذلك ولكنه لن ينقرض أبدا حتى لو اعتبرناه كذلك لماذا لأن أصله ومقصده ومبتغايته هي أن يتير الشعب وأن يقول لا حتى ولو كان كل متفقين على أن يقولوا نعم تقول إن التعبيرات الفنية للشباب العربي منذ نهايات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة جاءت استجابة للتحولات الفنية المتسارعة في الغرب منذ السبعينيات كأنك ترى أن تلك التعبيرات تفتقد للأصالة أو للعمق أبدا أبدا سأعود إلى ما لم أقوله بخصوصي أغلب أو كل أنا أعتبر أن العديد من فنانين لسوء حظنا الشباب يشتغلون وفق موجات فنية معاصرة في بلدان أخرى هذا ليس قدحا لماذا؟ لأن كل شيء صار متعولما وعولميا ومن حق أي شخص أن يكون ابن العالم لأن العالم صار قرية في حجم الكف لكن من حسن حظنا أن العديد من هؤلاء الشباب انتبهوا خصوصا في العشر سنوات الأخيرة أو في السبع سنوات الأخيرة انتبهوا إلى أن هذه القطعة هي التي سترجعهم إلى الاستمرارية أنا أجيبه بشكل آخر عن سؤالك الأول ما الذي حدث؟ صار الاشتغال على الدكرة الفردية دكرة الأب الأم العائلة المرأة العربية المرأة المصرية هناك فنانوا كثيرون يشتغلون بالفيديوهات ويعملون أفلاما تسجيلية تدخل في إطار الفن المعاصر وهناك اشتغال أيضا على التراث الفني الحضاري المعماري إلى غير ذلك هناك اشتغال هناك عودة إلى ما أسميه الدكرة البصرية والدكرة التقافية والذاكرة التاريخية والذاكرة السياسية وهناك دائما بعد سياسي حتى لو كان طفيفا ونبرته غير مسموعة وغير محسوسة بدأنا بالقطعة كما لو أن الشباب كانوا بحاجة إلى أن يعترف بهم باعتبارهم ذاتا فنية بالفن المعاصر باعتباره ذاتا متشكلة مثلها كما تشكلت اللوحة ولكن أيضا هذه القطعة هي التي منحتهم تلك الرجعة أو كانت وراء تلك الرجعة أو تلك الصدمة التي جعلتهم يقولون وفي آخر المطاف ها نحن اعترف بنا فماذا سنفعل بذاكرتنا البصرية بمحيطنا بسياقنا إلى غير ذلك فصاروا يتوجهون إلى اليومي هناك من يشتغلوا على قضية النسيج والبساط وأنامل المرأة وذاكرة المرأة والقدرة الإبداعية للمرأة في النسج والحياكة إلى غير ذلك هناك من يشتغلوا على الزليج والفوسيفيسة ومجموعة العناصر الزخرفية التي نجدوها في العمارة وهناك أيضا من يشتغل على الذاكرة الذاكرة السياسية الذاكرة التقافية ذاكرته الشخصية ألبومه كصبي هناك شخص مثلا فنان لونه قمحي فصار يبحث في قضية الزنوجة والعبودية إلى غير ذلك أهمية الفن المعاصر بالمقارنة مع اللوحة هي ماذا؟ هي قدرته على الانفتاح قدرته على أن يمتص كل شيء أن يدخل اللوحة نفسها أي الفن الحديث وما قبل الحديث أن يدخله في إنستاليشن فهذه الهجنة هذه التركيبة هي ما تمنح ما يجعل الفن المعاصر مسرحا وسينيما ولوحة وفوتوغرافيا وموسيقى ورقص وكل هذه الفنون صار الفن المعاصر الآن أبل الفنون أبل الفنون جملة مهمة دعني أسألك عن ما يقال عن قطيعة ثقافية بين المشرق العربي والمغرب العربي في إطار حديثك عن الفنون هل هناك شيء يشبه هذه القطيعة بين الفنانين بالمجمل فنانين تشكيليين مسرحيين نحاتين هنا وهناك في المشرق العربي لم يكن هناك أبدا من قطيعة بين الفنون المشرقية والفنون المغربية بالدلائل التاريخية كان هناك فقط في الجانب الثقافي الآخر الأدبي كان هناك تعالن لقوة التجربة المشرقية التي عرفت طاحسين والشدياق ومنظور إلى غير ذلك مع التجربة الوليدة في المغرب العربي التي بدأت في أواخر الخمسينيات وبداية ستينيات ورغم ذلك كانت هناك جسور محمد شكري قبل محمد شكري الفيلسوف محمد عزيز الحبابي ترجم وكان مقرؤا منذ الخمسينيات ومحمد برادة ومحمد شكري منذ بداية ستينيات إلى غير ذلك كانت هناك دائما جسور وكان الكثير من المشارق يعرفون المغرب من الأدباء المشارقة والكثير من الأدباء المشارق كتبوا عن المغرب مثلا بورشاول كتب كتابا رأينا هذا شخص أعشق وهو أحييهم من هنا أول كتاب عن التقافة المغربية سنة 1979 كتبه بورشاول ونشره في المشارق وعرف بالأدباء المغاربة والمتقفين منذ أواخر الخمسينيات شارك محمد شبعة وهو من الفنانين الحديثين الرواد شارك في بينالي إسكندرية بداية السبعينيات شارك المغاربة بحضور كثيف وقوي في البينالي العربي الأول ببغداد 1976 هذا البينالي لم يروح إلى مصر راح إلى المغرب كانت النسخة الثانية والأخيرة بداية السبعينيات كانت هناك لقاءات تسمى عربية إفريقية في الجزائر كان يشارك فيها المغاربة في تلك الفترة وهنا أجيب بشكل آخر عن سؤال الأدب والفن كان الفن عربيا وعالميا قبل أن يصير الأدب المغربي عربيا وعالميا كان لدينا الغرباوي معروف هو شافيق عبود من مدرسة باريس وشارك كبارها في جوالتها الفنية تسمى جدا بشافيق عبود وأنا أيضا أحبه كثيرا ومحمد كان محمد شبعي يكتب رسالة المغرب في مجلة الأقلام منذ بداية السبعينيات رسالة المغرب شهريا كانت الحركة في الحقيقة في تلك الفترة كانت الحركة العراقية والمغربية في أوجههما مقارنة مع التراجع الذي عرفته الحركة الفنية في لبنان ومصر وغيرهما ولذلك كان الحركة الفنية المغربية والعراقية يتعاملان باستمرار لا في الكتابات ولا في المهرجانات ولا في العلاقات الفردية على المستويات الشخصية على المستويات الشخصية تسأل أي واحد من جيل محمد المليحي يقول لك أنا صديقه إلى غير ذلك تقول أن أغلب ما يكتب في مجال الفنون التشكيلية صحفية لا تضيف جديدا إلى العمل الفني طبعا هذا يعيدنا إلى حوارنا في الحلقة الأولى عن أهمية النقد الفني فأنت ترى أن أغلب ما يكتب عن مجال الفنون التشكيلية نعم قلت أغلب هنا كانت تقول كتابات صحفية ربما تقصد أنها يعني غير كافية لا أريد أن أقول تفتقد العمق أو الخبرة أو المعرفة لا شوف المشكلة المشكلة أين المشكلة هو أن النقد الذي يعتبر نفسه نقدا فنيا يستعيد مكرورات في أحيان كثيرة عن الفنان ويأخذها ويأخذ أفكارها في أحيان كثيرة حين لا يفهموا العمل الفني من فم الفنان نفسه ليس هناك اجتهاد هناك انطباع أنا أسمي صحفي عن انطباع أنا لست ضد العمل الصحفي لأنني أشتغل به ولكن بشكل آخر بطريقة أيضا النقد ما يسمى بالنقد الفني هو أولا وقبل كل شيء كتابة فنية يلزم أن يكون للناقد أسلوبه فكره عمقه قدرته على أن يخرج من لوحة فنان إلى مجموعة من لوحات التي تحيلوا إليها أغلب من يكتبون يكتبون عن معرض كأنه منغلق في ذاته ولم يتأثر بأي شخص وأنا بكل بساطة أشوف العمل أقول لك وين هي مصادره تأثر بمن وبمن وبمن وربما قد يكون في لوحة تأثر بأكثر هذا من جهة من جهة تانية يفترض النقد الفني أيضا تصورا جماليا يعني أنك يلزمك أن تضع اللوحة أو المعرض في سياق الفنان ثم في سياق وإلا فهو متابعة صحفية ولذلك سميته صحفيا لماذا؟ لأن هذا النوع من النقد الذي ليس كتابة وليس اشتغالا على الأسلوب وليس عمقا فكريا يمكن أن يضيف إليك وإلى الفنان شيئا فهو مجرد طباعات صحفية هل لدينا ما يمكن وصفه وأنا أعرف ربما يستفزك هذا المصطلح الفن الديني أو الفن المستلهم من تجربة دينية أنا كنت حينما كنت مديرا للمعاد الجامعي نظمنا ندوة دولية عن الفن والدين وأنا أشتغل أنا تكويني إسلامي إسلامولوجي دراسة إسلامية وعربية يعني أعرف المجال وحضرت مرة بدعوة إلى لبنان ولم أكن أعرف من هي الجهة المنظمة المنظمة فهمت بعدها لما وصلت طبعا هذه الجهة المنظمة هي حزب ديني وسياسي وجدت نفسي في مواجهة وحيدا في مواجهة حزب بكامله يرفض للفنانين أن يشربوا أو يختلطوا في المساء بالفنانات إلى غير ذلك كان ذلك عن معتقل الخيام يعني بعد تحرير معتقل الخيام ووجدت نفسي أمام أناس لا يفهمون من الفن إلى الشعارات حتى بعض المحابين والمتملقين صاروا يتخذون اللون الأصفر والعلامات الموجودة في شعار هذا الحزب وأدركت حينها لم تكن تعرف أن حزب الله منظم هذه الفعالية لم أكن أعرفها لماذا؟ لأن من دعاني هو صديق أعرفه جيدا لو علمت لما حضرت لما حضرت لما حضرت طبعا لأن أنا دعيت إلى إسرائيل كمفكر في حوار الأديان مرتين مرة قبل أصله مرة بعد أصله 98 ولم أحضر رفضت الحضور أنا معروف أنني حين يكون لدي موقف أعبر عنه بدون خشية وأمام لم أناقش في مواقف السياسية لكن فكرة أن أنت تواصل بالفن باللقاش حتى أعود إلى مسألة الدين يشتغل على ماذا تشتغل ما هو جوهر الدين هو حوار مع الله مرئي هل يمكن أيضا أن أصور الدات الإلهية يمكن أن أتحدث عنها كمتصوف باللغة لكن لا يمكن وأصورها بخيالي وبمجازات إلى غير ذلك الصور التي تتحدث عن الكائنات المقدسة هي صور غالبا خارج محيط معين إسلامي معين وبالتالي ف بمجرد ما هو الدين ما هو الفن الذي يحبه المتأسلمون هو الفن أولا الذي يقوله كل شيء إن دفعة واحدة ليس فيه أبدا معاني إضافية فهم يحبون طبيعة يحبون كذا ولكن الجوكاندا لا تحظى خصصا حين علموا بأنها هل هي مرأة أم هي رجل إذن فهذا يدخل في باب اللبس الجسدي لا يمكنهم أن يحبوا الفن المعاصر ولا الفن الجريدي لأنه بالنسبة إليهم خربشات وهذا الفن له علاقة باللواعي وهم لا يعترفون باللواعي إلى غير ذلك يحبون تحريم الفن فحرمهم الفن من أجمل ما فيه جميل أخيرا تحدثت عما اسميته بأرخبيلية الفن المعاصر حدثنا عن هذه الفكرة ماذا تقصد هنا في الحقيقة هي فكرة يمكن أن تنسحب أيضا على التقافة العربية والصفة عامة الأرخبيل هو مجموعة من الجزر هل تتذكر حينما كنت كنت صغيرا كنت تقرأ تاريخ الأدب العربي لحن الفاخوري تبدأ به الشعر الجاهلي هل فكرنا في يوم ما حاليا وقد يقول قائل إن هذا أمر مستحيل هل فكرنا في عمل جماعي عن تاريخ التقافة العربية عن تاريخ الفن العربي أو لنبدأ بشكل قطري عن تاريخ كتاب ومجلدات عن تاريخ الأدب المغربي والفن المغربي أو تاريخ التقافة المغربية بصفة عامة لم نفكر بعد ذلك مجمع اللغة العربية مجلدات عن اللغة العربية وعن معجم الفلسفة معجم كذا نحن بحاجة إلى معجم التقافة العربية بصفة عامة هذا جانب إبستيمولوجي كما يقول الفيلسوف لم نفكر فيه لماذا لم نفكر فيه لأننا لاعطون وراء الطيارات من الماركسية إلى البنيوية التكوينية إلى البنيوية إلى تحليل النفس إلى الجندر إلى كده الدراسات التقافية إلى مبعد القرونيالية وهلما جرع فالفنانون يشتغلون وحدهم هذه الصورة الأرخابيلية الأولى الفنانون يشتغلون وحدهم في الوقت الذي كانوا في السينيات الأدباء والفنانون يشتغلون معا ويتحاورون لماذا؟ لأن كانت هناك قضايا تقافية حوار تقافي الآن ليست هناك قضايا تقافية ولا سياسية ولا حوار تقافي ولا فني ولا أدبي ولا غير ذلك إذن الفنانون لوحدهم الكتاب الأدباء لوحدهم النقاد العذبي لوحدهم الفلاسفة لوحدهم ولا أحد فيهم يفكر في الآخر أو يقرأ لا إلا فيما ندر إلا من جيلنا الذي أسميه الدناصور الأخير أي الجيل الموسوع الأخير في المجال الفني كل فنان يشتغل لماذا؟ لأن كل فنان عنده شبكته وشبكته تدر عليه مداخل فيها المقتنون المحسنون فيها الإقامات الفنية في الخارج فيها الجاليريهيات كل واحد في غلالته أو في جزيرته ولذلك يصعب أحيانا أن تعرف أن يكون لك معرفة بكافة هذه الأرخابلات لماذا؟ لأنك إذا كنت لا تحسن العوم أو لا تحسن طيران أو لا تحسن التنقل أو ليس لك وقت للتنقل فلا يمكنك أن تتحدث عن الفن العربي أو عن الفن المغربي شكرا جزيلا الكاتب والمترجم الناقد الفني الأستاذ فريد الزاهي مرة أخرى سعت جدا باستضافتك في حديث العرب كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على المتابعة ويتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا لك شكرا شكرا للمشاهدة